سوف نسلم أعلامنا مرتفعة هاماتها عزيزة صواريخ في سجلات نصر أكتوبر المجيد أحداث وشخصيات بذل العطاء فاستحقوا الثناء تقديرا لما قدموه من أجل عزة وقرامة الوطن وفي تلك السجلات تصطع أسماء ورموز يتلألأ ذكراها في السطور والكلمات ومن بين هذه الأسماء الفريق فؤاد عزيز غالي قائد الفرقة الثامنة عشر مشاه أثناء حرب أكتوبر ولد الفريق فؤاد عزيز غالي في العاشر من ديسمبر عام 1927 بمحافظة المينيا ثم انتقل مع والده إلى مدينة أوسنا بمحافظة المنوفية ثم التحق بالكلية الحربية وتخرج فيها عام 1946 ضابطا بسلاح المشاه وتدرج في المناصب القيادية بسلاح المشاه حتى وصل إلى قائد الفرقة الثامنة عشر مشاه وكان للفرقة الثامنة عشر مشاه تحت قيادته دور بارز في حرب أكتوبر فقد قامت بتحرير مدينة القنطرة ودمرت أقوى حصون خط برليف وتقدمت شرقا مقدمة أروع نماذج البطولة والتضحية مما كان له أكبر الأثر في تحقيق نصر أكتوبر المجيد وبعد تحرير مدينة القنطرة والسيطرة على كل مواقع العدو الإسرائيلي قامت الفرقة الثامنة عشر مشاه بتأمين منطقة شمال القناة من القنطرة لبورسعيد وبذكاء وعبقرية فؤاد عزيز غالي تم التصدي لكل هجمات القوات الإسرائيلية والتي أربكت حسابات القوات الإسرائيلية شمال القناة كانت علاقة القائد فؤاد عزيز غالي بجنوده يضرب بها المثل فقد كان قريبا من جنوده محبوبا منهم نموذجا للوحدة الوطنية التي تمثلت في أروع صورها ونظرا لدوره الكبير في تحقيق نصر أكتوبر المجيد فقد رقي إلى ردة اللواء وعين في الثاني عشر من ديسمبر عام 1973 قائدا للجيش الثاني الميدني بقديرا لمكانته العسكرية وقدراته التنظيمية الفائقة ثم عين محافظا لجنوب سيناء في السادس عشر من مايو عام 1980 حيث لعب دورا كبيرا في وضع خطط تنميتها وكرمه الرئيس الراحل محمد أنور السادات بترقيته إلى ردبة الفريق وفي الأول من أغسطس عام 2000 رحل القائد الذي سيظل أحد رموز الوطنية والعسكرية المصرية وتبقى ذكراه شاهدة على وحدة وعظمة هذا الوطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر